بيعالج فكرة الحسد اللي جواه البيت ازاي؟ بالنسبة لفكرة الحسد هي مصار طاقة غير مرئي مباشر على الشخص يعني قوة تركيز قوية على الانسان تمام؟ بنتخيل هذا الشخص في وضع غير مصبوط ممكن يكون حسد لزوال نعمة ما ممكن يكون شيء يعني مركز جامد في الانسان بيخليه انه هو يتوتر حاجة تانية كمان ان الشخص قابل انه يتحست يعني تخلي بقى شخص انه هو بيبقى قابل انه يتحست اللي هو الانسان اللي دايما عنده اكتئاب الانسان اللي دايما على طول مش قادر يحس بالنعمة اللي هو فيها على طول مكتئب على طول حزين على طول مش مبسوط ده بيسمى عنده الهالة بتاعته او القورة او الجسد الاسيري مؤثر فيه جامد كده فبيخليه انه هو عنده بقى جزء في جسمه تمام قابل انه هو يخترق بالتركيز طب وده يتعالج ازاي بالطاقة او يتزبط ازاي بالطاقة؟ يتزبط ازاي اولا جوه الانسان نفسه يعني دايما الانسان اللي هو بتلاقيه ما عندهش ثقة بنفسه او البنت ما عندهش ثقة جامدة في نفسها مش قد مسئولية معينة او حاسن هي اقل من غيرها فدي باللي بتسمي نفسها نجمها خفيف هي مش نجمها خفيف هي هشة ما عندهش ثقة بنفسها ما عندهش قوة شخصية ما عندهش ثبات فبالتالي بتحس ان هي اقل من الاخرين فبتقول للموضوع ده ان انا اتحسدت وهي كل حكاية انها ما اتحسدتش هي كل حكاية ان هي ما عندهش ثقة بما تقوم فيها فطبعا لما متكلم في مصاري الطاقة الغير مرئي عايز اقولك حاجة يا ردوة انت عارفة ان ممكن الام تحسد ابنها انت عارفة كده؟ ليه؟ لان ساعات كتير اوي مثلا اخذنا مثال ساعات كتير اوي امهات بتبقى الآن اوي اوي من على ولادها وهم بيسوقوا مثلا مثلا فتقعد تقول له يا حبيبي طميني وانت جاي طبيني يا حبيبي وانت جاي اصلا خايفة عليك اصلا قال انا عليك بتركز تركيز قوي انه ممكن يحصل له حاجة وحش في نفس اللحظة اللي بتركز فيها ممكن فعلا يحصل له حاجة وحش فيه ناس كتير اعرفهم ما بيحبوش يقول الاهاليهم على التوقيت اللي هم مسافرين فيه عشان مبقاش فيه تركيز قوي زي بالزبط لما انت بتفكري في حد انك عايز اتكلمي اللحظة طاقتين دخلوا في بعض قوة تركيز انت بتركزي في الشخص ان انت عايز اتكلميه والشخص في نفس اللحظة بيركز انه عايز يكلمك تك بتلاقيه تكلم تروحي اقيل له ايه يا ريتني افتكرت مليون جنيه صح تدل بياحتي صح شفتي قوة التركيز طيب الطاقة او الهالة او الحسد او ايا كان ما يسمى داخل البيت تمام نتخلص منه ازاي بالطاقة بالطاقة احنا بنتكلم على الفانشوي تمام اللي هو طاقة المكان اللي هي مصارات الطاقة الغير مرئية في المكان اللي بتأثر على الانسان وعلى الاسرة وعلى نفوس الناس اللي موجودة في البيت مصاري الطاقة الغير مرئية ده اللي بيخلينا نحس ان احنا البيت مش مريح احنا مش مرتحين احنا مش مبسوطين زي ايه زي ما كنا بنقول قبل كده كتير الكراكيب الهيسة في البيت اللي بتخلي البيت ما يتنفسش احنا محتاجين نخلي مصارات الطاقة متحركة بانسيابية عن طريق ان احنا مكونش عندنا كراكيب كتير عايزين كمان حاجات كتير زي الالوان ان احنا الالوان بتاعتنا تكون هادية ما تكونش الالوان كلها صاخبة كلها الباترنس والنقوش والزخارف وحاجات كتير قوي قوي زيادة على اللزوم بتبقى هايسة احنا دلوقتي داخلين على الشتاء فيه كتير قوي ناس بيجي لها اكتئاب الخريف صح اكتئاب الخريف نتيجة لعدم وجود الشمس طب انا عايزة خلي احس بالاشراق والحيوية في بيتي ابتدي احط الالوان اللي بتحسسني بالصيف فيه وقت الشتاء اللي هو الالوان الرابعية الزهور الحلوة البرتقاني او الالوان الوردي كسوة الكنب والانطريهات اللي فيها حاجات كده فتحة وجميلة هتديني احساس بعدم الاكتئاب فهي دي برضو الحاجات اللي بتأثر في الانسان اشتركوا في القناة